مرحبا كثيرا يا جماعة انا ايا والنهاردة هاكل الاكل كثير قوي قدام الكاميرا هل دي فكرة كويسة؟ لا هل انا عارفة انا هاكل ايه؟ لا ابرده هل ينفع هاكل ده ما بين الفطر والصحور؟ لا ابرده بس يا الله بنا نشوف انا انتبه الطبع رقم واحد جبنة وعليها حاجة خضرة جبنة بلوت شيف جبنة ريكفورد بالمصطر هذا الطراع انجليزي يتاكل عادي على الفطار لا شكرا يا انجلترا لا انا لا اريدها تعمل وحش قوي الطبق الثاني وحيات امي لو الدونات دي طلع جواه جبنة لا امشي وما حدش هيشي تشوه سيعرفي طريق ماشي بسم الله الرحمن الرحيم رحلتها دونات عادية ما تلاقيتش جبنة تلع مصطرده دونات محشاية بالمصطرده مش اختراع بس مقلب بيعملت قليل كتير ولا اي مقلب تعمل حلو جدا صبق الثالث هتبقى كيكا بالمصطرده اكيد لا والله مش رحتي مصطرده بسم الله الرحمن الرحيم اتدكي مازا مصطرده 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 لو ميجن مارك اللي بتاكونها يبقى حسب الله نعمل وكيل البت من شجاجه وزي الأمر الطبع الرابع والأخير رب ما فيش مصطرده هاي بقى ايس كريم مصطرده يعني خلاص والله عزنينا معا بسانة مشانة مصطرده مشانة مول جوه ايس كريم فانيليا بره مصطرده حرام عليكم يعني انا انا مش صغيرة على الحاجات دي وانا واحدة سنانها بتوجعها عن مثلا فليه كده والله ما بحظر طعمه وعامل زي الصابون اللي بتخفئ عارف لما انت فغير بتخفئ إيدك وتحط كده صابون بس كريم المصطرده والكركم بصاص الشوكولاتة اختراع فرنسي ان شاء الله يا أوروبا النهاردة معلم علي يعني يعني الحمد لله ما فيش حاجة عيدلة تعملت النهاردة من أوروبا فشكرا جدا طيب يا جماعة لي كانت حلقة المصطرده من اوحيش الحاجات اللي انا عملتها في حيتي مرة عليها سرديني ومرة عليها واسابي المصطرده فعلا مينفعش تحطت حاجة اوكي يعني خلوا المصطرده على الهوت دوغز او على الفرايز تستخيل كده ما تحطوش المصطرده على اي حاجتين اشوفكم المرة الجادة